السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أم ميار لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحبتي في الله يريد تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية غسيل الأطباء في المنام علامة دل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة للرأي لو شاف فيه منامه أو الرؤية لو شافت فيه منامها إن هي بتقوم بغسيل الأطباء أي حد فينا ممكن يشوف الرؤية دي يعني رجل أو امرأة أي حد ممكن يشوف هذه الرؤية الرؤية دي بتقع على الحالة اللي موجود عليها الرؤية في الوقت الحالي لي يعني مثلا كان لها كذا تفسير أول تفسير لو الرؤية كان عنده بعض بيعاني من بعض المشاكل والهموم والأحزان هنا بتدل على إيه إن الرؤية لو شاف إنه هو بيخسل الأطباء أو الرؤية بتشافت نفسها إن هي بتخسل الأطباء وبتقوم بغسلها وإن الأطباء بتبقى نظيفة وجميلة وشكلها حلو ده دليل على إن هي هيتزول هذه المشاكل والهموم والأحزان اللي كانت بتحيط بالرأي أو الرؤية في الفترة الحالية ليه وإن هو الفترة القادمة ليه هتبقى فترة سماع أخبار سعيدة وزوال هموم ومشاكل وكمان لو كان الرأي أو الرؤية في الوقت الحالي ليه إنه هو كان بيعاني أو هي كانت بتعاني من بعض الأمراض ده دليل برضك على زوال هذا المرض بأمر الله تعالى وإنه هيتعافى وهيكون الرأي بصحة جيدة بأمر الله تعالى يعني الرأي لو شف بنامه إنه هو بيخسل الأطباء وإن الأطباء شكلها نظيف وحلو ونظيفة جدا وشكلها جميل ده بيدل على زوال الهموم وكمان بيدل على لو كان الإنسان ده بيعاني من المرض دليل على الشفاء من هذا المرض والله أعلى وأعلى طب لو كان الرأي يعني أنا بقول كذا تفسير والرأي بقى لو هو عنده في الوقت الحالي ليه بيعاني من هذه الأشياء ديت يبقى إن شاء الله بإذن الله زوال هذه الأشياء طيب لو كان الرأي بيعاني من حالة المادية يعني في الوقت الحالي ليه هو بيعاني من الحالة المادية وإن الحالة المادية عنده صعبة جدا أو بتتقصر عليه الديون والهموم ده دليل على إن الرأي إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف يرزق برسط ومال كثير هيغطي عليه احتياجاته ويسدد ديونه وإن شاء الله بإذن الله يتعافى من كل الحاجات اللي هي كانت بتحيط بيه زي المشاكل أو الظروف المادية أو المرض يعني بيدل على زوال هذه الأشياء اللي كانت بتخلي الرائزة نفسه نفسيا تعبان وحاسس بإنه هو مش قادر يسد ديونه أو إنه هو بيعاني من المرض أو بيعاني من هذه المشاكل أول ما أي حد فينا يشوف الرؤية ده ديت بتدل على زوال المشاكل والأحزان والهموم وإن شاء الله بإذن الله إنه لو كان مريض بيتعافى من المرض رؤية غسيل الأطباء بتدل على إنه إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف يرزق الرائي برزق كثير جدا بأمر الله تعالى طيب فيه بقى أحيانا فيه مننا بيشوف نفسه إنه هو بيخسل الأطباء بس مش في منزل بتاعه في منزل آخر يعني منزل مثلا أخت مثلا الخالة العمة أو الصديقة ممكن إن أنا شايف نفسي إن أنا بخسل الأطباء بس مش في بيتي في بيت أي حد تاني مقرب إلي أنا أعرفه أو في منزل أحد الأشخاص ده هنا بيدل على إيه ده بيدل على إنه صاحب صاحب المكان اللي أنت كنت موجودة عنده أو اللي أنت كنت موجودة عنده وبتخسل عنده الأطباء ده دليل على إنه صاحب هذا المكان سوف يرزق برزق واسع جدا جدا بأمر الله تعالى وإنه كمان لو شاف نفسه إنه هو بيخسله الأطباء ونفس كان عنده مشاكل مادية أو كان عنده بيعاني من مرض أو كان بيعاني من بعض المشاكل الاجتماعية ده دليل على زوال هاجي المشاكل أو زوال المرض بأمر الله تعالى يعني رؤية إن أنا بخسل الأطباء بس مش في منزلي في منزل أحد الأشخاص ده دليل على إن هذا الشخص سوف يرزق برزق كثير جدا بأمر الله تعالى وإنه كمان هيسمع أخبار سرى صاحب المنزل ده هيجي له أخبار سرى وسعيدة عن قريب بأمر الله تعالى رؤية الأطباء أو غسيل الأطباء في المنام من الرؤيات المحمودة جدا للرأي أو الرأي لو شافها لأحد الأشخاص المقربين إليه ده دليل على إنه إن شاء الله بإذن الله إذا كان هو أو الشخص اللي كان بيغسل عنده الأطباء دليل على الرزق وصلاح الأحوال وسماع الأخبار السعيدة وكمان شفاء من المرض وزيادة في الرزق وفي المال بأمر الله تعالى يعني هنا من الرؤيات المحمودة بأمر الله تعالى رؤية غسيل الأطباء بشكركم جدا على حسن استماعكم ويريد تدعموني بلايك وشير للفيديو وبشكركم جدا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر